دينا دلوقتي نتيب حضرتكم مع مجز الأهم وآخر الأنباء مع ميرنات فضل يميننا شكرا لك بسانت التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جراناتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام رئيس عبدالفتاح السيسي وقادة مجموعة العشرين بوضع أكليل الظهور على ضريح المهتم غاندي هذا وتتوصل اليوم فعالية قمة زعماء دول مجموعة العشرين بن يودلهي في يومها الثاني والأخير والتي ستشهد إقرار إعلان يودلهي الذي يتضمن القرارات والتوصيات التي وفق عليها زعماء المشاركون بالقمة شارك رئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامن عشرة لقادة مجموعة العشرين وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أعرب رئيس السيسي عن التطلع لخروج القمة برسالة قوية ترتقي لمستوى المسئولية الملقى على عاطق القادة لتحقيق أمال الشعوب كما أوضح أن تحقيق الأهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة يتطلب منظورا شاملا لترتبات يكون محورها النظام متعدد الأطراف لفتا إلى أهمية دور مجموعة العشرين على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات تمويل الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها دول نامية شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة التي عقدت على همش أعمال قمة مجموعة العشرين في نيودالهي وجمعت قادة وممثل عدد من دول الأفريقية والأوروبية وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشهدت القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك خاصة عضوية للتحاد الأفريقية في مجموعة العشرين حيث تم ترحيب بهذه الخطوة وأشر الرئيس السيسي إلى أن احتواء تحديات أزمة الغذاء في القارة الأفريقية يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حكمة منظومة الأمن الغذائي العالمية كما أكد الرئيس السيسي أن تفعيل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزرعية يعد من أهم أولويات الرئاسة المصرية للنيباد بما يدعم الأمن الغذائي في أفريقيا أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2012 وفاة و2059 إصابة من بينها 1404 حالات خطيرة وأضحت الداخلية المغربية في بيان أن القوات المسلحة المغربية والسلطات المحلية للمدن والمناطق المنكوبة التي دمرها الزلزال تواصل أعمال الإنقاذ والإغاثة وكان العهل المغربية الملك محمد السادس قد أمر بأعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على المباني الحكومية حدادا على أرواح ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت عددا من المدن المغربية أعلنت وزارة الصحة فلسطينية استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليلة وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صعوب عدد من الشبان والأطفال عند مدخل مخيم العروب ما تسبب بإصابة شاب الرصاص الحية في الظهر ونقل من قبل تواقم الإسعاف إلى مستشفى اليامامة في بيت لحمة حيث أعلن الأطباء عن استشهده متأثرا بإصابته الحرقة استخدمت الشرطة الهولندية خرطيم المياه لتفريق ألاف من النشطاء المضافعين عن المناخ الذين كانوا يحتجون على طريق سريع للمطالبة بإنهاء دعم الحكومية لصناعة الوقود الأحفورية وأسار أكثر من عشرة ألاف شخص على طول الطريق السريع المؤدي إلى لهاي متجاهلين تحضيرات السلطات بأعدم إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية وقالت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على 2400 متظاهر بينهم قصر ولم تر التقرير عن وقوع إصابات أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كارالو بودانعوفن ضربات بلاده التي تطال الأراضي الروسية تستهدف بالدرجة الأولى الصناعة العسكرية وقال خلال مشاركته في مؤتمر بكييف أن هذه الهجمات تستهدف قبل كل شيء مؤسسات للمجمع العسكرية الصناعية الروسية وارتفعت في الأشهر الماضية وطيرت تعرض الأراضي الروسية سواء في المناطق الحدودية أو بعيدا عنها وصولا إلى موسكو لهجمات معظمها باستخدام المسيرات وبتت أوكرانيا تتبنى بشكل علني عددا أكبر من هذه الهجمات طلب وزير الدفاع الأوكرانية راسم أميروف من الدول الغربية تزويد بلاده بمزيد من الأسلحة الثقيلة لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه قوته لاستعادة أراضا تسيطر عليها روسيا وقال أميروف خلال مؤتمر في كييف إن بلاده ممتنى لكل الدعم الذي تم توفيره مشددا على حاجة كييف إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة وكانت أوكرانيا قد بدأت في يونيو هجوما مضادا لإستعادة أراضا تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا وذنوبها انتهى موجز التاسعة وعودة الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل